المقاتل المغربي محمد بوطاسة اختار الطريق الأصعب ليمثل الراية المغربية ويرفعها عاليا في سنة 2017 اندم بوطاسة إلى منظمة الانفوجين وقاتل بشراسة ولم يسبق له أن انهزم في هذه المنظمة وما يميز هذا المقاتل ردة فعله والاستجابة السريعة والتي مكنته من إسقاط المخضرب إلياس دوغاري بالضربة القاضية في أقل من 30 ثانية وفي 2022 صوج بحزام البطولة العالمية لمنظمة الانفوجين على حساب خصمه العانيدة خالد لمقدم